السلام عليكم أزول في اللون جمعة مباركة شباة شلوم إخواني اليهود المغاربة دائما في إطار سريح الحمراء والبهراء مهتوك العراض بوصل الكرعين ابن بائعة لوفون الصحافة الكرغولية وقنوات صرف الصحي لهم خارجين فرحانين بانتصار جديد إنجاز عظيم وهو ربحنا المملكة المغربية فأش ربحوا المملكة المغربية أنا غير أفسر لكم وحتقرير داتا أفريق فاكت زون حطت شركة طياران كرغوليا تاليتا في إفريقيا بعدد المسافرين وجدت المملكة المغربية لغوية الإغماروك منورها وفرحانين بدل إنجاز يعني هما إير كرغوليا كرغوليا هذا إنجاز عظيم ولكن لن تريد أن يقوم بسرر الحمرة والبعرة لا يوجد هذا وما المغزاة وما الأرباح لأننا أعلم أننا إير كرغوليا سيكون خسارة وما أرى خسارة يعني أنه يملك سيكون خسارة سأجد لكم واحد من المغزاة واتبعوا معي بشوية الله أجلسيكم بأخير إير كرغوليا لديها 56 طائرة وإير كرغوليا لديها 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 52 طائرة لديها لأحد الآن لا يوجد مشكلة تقريباً من المتساويين إير كرغوليا تدير 44 وجهة يعني ديستيناسون غواية إير ماروك تدير 82 وجهة للاحد الآن لا يوجد مشكلة غواية إير ماروك أو المملكة المغربية فاتح المجال الجويدينات الداخلي يعني كان شركات خاصة من غير غواية إير ماروك التي تديروا النقل الداخلي أما كرغوليا فهي عندها عند المونوبول أو لم تسحوها على السوق ولا أحد ينافسها فيه لا يوجد منافس إذن هذو هذو السبعات المليون ديال المسافرين النص ديالهم داخلي وكلهم هما أصحاب البوليزاريو اللي تيبشون من الشمال الجنوب وتيتلعوا فابور سمعني مزيان كمّل معي الفيديو تلخير بشتفهم نعم حتى الطائرة الرئاسية بن بطوش تحسبوها لأنها تصافر وتدير معها تحسبوهم بأنهم كرغلة وهذا حقيقة لأنها كانت جزائر الجمالية وكانت جزائر الجنوبية الجينال المسقي تحسبوها يجب أن تحسبوها تحسبوها لأنها تحسبوها العائد أو العائد الإجمالي تحسبوها لأنها تحسبوها لأنها تحسبوها أرجيري تدير 307 مليون دولار في السنة تقريبا لغوية الإغباغوك بقل من المسافرين تدير مليار ومئة مليون دولار أمريكي يعني تقريبا ثلاثة الأضعاف الشفر دافر التي تدير أير كرغوليا تحسبوها تحسبوها بوليزاريو وصحراويين جمهورية الوهم وقال لهم نحن تريد إنجاز في النقل الدولي ستبقوا تخرجوا لكم لكم المرتزق فرق كبير ثلاثة المرات تشفخ دافي تخوفها بلوس أكثر من أير كرغوليا دك شالة جينة نوره إلى فيما يتنور الحمراء والبعراء ولا ما بغاش يتنور خليه يمشي الهاوية وعاش المالك الله الوطن المالك وثير النجاي ترجمة نانسي قنقر